تكثف الإدارات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها لتأمين موسم عاشورة وتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة جائحة كورونا فيما تمضي الإجراءات التنظيمية في ظل مستوى متميز من التعاون مع رؤساء المآتم ومرتاديها بما يبشر بنجاح موسم عاشورة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وانطلاقا من الحرص على توفير أجواء آمنة في موسم عاشورة تعمل الإدارات المعنية بوزارة الداخلية على تقديم التسهيلات اللازمة وتوفير الخدمات ذات الصلة لإنجاح موسم عاشورة وتعزيز السلامة العامة وفي هذا السياق تفقد المدراء العامون لمديريات الشرطة بالمحافظات الإجراءات التنظيمية لموسم عاشورة والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة العالمية مشيدين بالتعاون والتنزيق ومستوى الالتزام من جانب القائمين على المآتم ومرتاديها ففي المحافظة الشمالية قام مدير عام مديرية الشرطة بزيارة عدل من المآتم لمتابعة سير الإجراءات وتذليل أي عقبات يمكن أن تعترض الفعاليات بناء على توجيهات سيدي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة مزير الداخلي حفظه الله ورعاه ومتابعة من سيدي سعادة رئيس الأمن العام قمنا بزيارات المآتم الواقعة ضمن المحافظة الشمالية وقد لمسنا من رأساء المآتم والقائمين على هذه المآتم من الإداريين والفنيين ومرتادي الالتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية الوغائية من الفريق الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا كما أطمأن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق على الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة وسط نشاط توعوي واضح تقوم به شرطة خدمة المجتمع من على توجهات سيدي معاني وزير الداخلية ومتابعة سيدي سعادة رئيس العام تم تشكيل فريق يضم مديرية شرطة محافظة المحرق ورؤساء المآتم في نفس المنطقة وذلك من أجل التأكد من التقيد بتنفيذ قرارات الفريق الطبي المتعلقة بلبس الكمام والتباع الاجتماعي ولله الحمد هناك تعاون والتجاوب بين رساء المآتم وأيضاً روارتك المآتم فيما يتعلق بالتباع الاجتماعي ولبس الكمام وفي محافظة العاصمة تمضي الجهود التنظيمية والتوعوية وفق منظومة من التعاون والتنسيق وهو ما بدأ واضحاً في الجولة التفقدية لمدير عام مديرية الشرطة لعدد من المآتم حسب توجيهات معالي وزير الداخلية بالمرور على جميع المآتم متأكد من الاحترازات الطبية والتباعد بين المعزين وفي الحقيقة سعادة رئيس الأمن الآم أيضاً بتوجيهاته ومتابعته الحثيثة اللي دائماً يتابع من خلالها جميع الإجراءات وإحنا لله الحمد يعني اللي شفناها اليوم يعني يثلج الصدر من حيث تعاون جميع المآتم بتطبيق ما جاء في الفريق الطبي وإرشاداتهم والإجراءات الاحترازية أيضاً المتبعة من خلال المآتم وفي ذات الإطار أشهد الفريق المعني بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا خلال زيارته التفقدية لعدل من المآتم بمناسبة موسم عاشراء بمستوى التعاون والتنسيق الذي يبديه رؤساء المآتم والقائمون عليها وفق منظومة من الشراكة المجتمعية تقوم على تنسيق الجهود المشتركة هذه الجهود الوطنية المشتركة تعكس المظهر الحضاري لمملكة البحرين ورصيدها الوطني من التعايش والتسامح والذي يؤكد مدى تحظر الشعب البحريني وانفتاحه وقدرته على التعامل مع التحديات وفق منظور وطني وعصري فاعل طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر